ودي خلي بالك سبب يعني انا برضو في نقطة بخصوص فيتوريا فيتوريا انا كنت معاك هنا في البرنامج في يوم يعني بعد يومين ثلاثة لما جيه واتكلمنا للراجل دا سيبيه كويس وانا قلت اللي ده مشروع كويس اربع سنين لالفين ستة وعشرين ليه؟ اللي انت قبل كده ما كانش عندك خطة لمنتخب مصر مشروع لمنتخب مصر ودينا مثال بقاليو سي سي وجمال بالماضي انا فاكر الحلقة دي معاك كل الناس قلت لك كويس واربع سنين والبسائل الراجل ما انجحش قلت لك انتوا جايب اربع سنين ليه؟ يا عم انتوا يعني انت فاهم موجه فانت مش شكرا بقولك الناس مش عارفها يعيز ده مش بس كده ده انت جايب اربع سنين وانت مسلا قلت لك ايه ده بياخد اتنين مليون يورو في السنة اه الرقم ده هو رقم فعلا كبير علينا وظروفنا وحياتنا طبعا طبعا رقم كبير بس هو بالنسباله هو اخر فريق كان بيدربه كان بياخد في خمسة سبعمية في سيسك في سبارتاك موسكو في روسيا وكان في الناصر بياخد سبعة مليون فاللوى احنا كده ده احنا كده عارفنا نجيه ورخيص يعني نجيه ورخيص كريم الناس لازم تفهم نقطة بغضا نرقم نفسه كبير الكورة فيها حاجة عنصر مهمة جدا الناس ما بتاخدش بالو منها عنصر التوفيق عنصر التوفيق ده فعلا بنسبة كبيرة في الكورة انا ممكن اعمل اقصى حاجة عندي وما اوفقش وممكن اوحش جدا ومش ماشي معي ويبقى التوفيق معي التوفيق كان معنا ممكن واحنا روحنا كساعة عالم نقوسنا نهائي لكن التوفيق مش هيفضل معاك على طول خير ما تشتغل صح اشتغل بمشروع صح